تلقى معالية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالية سيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة جرى خلاله استعراض مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد معالية سيد سيرجي لافروف على عمق علاقات الصداقة القائمة بين البلدين التي تشهد تطورا وتنسيقا مشتركا على كافة المستويات من جنبه عبر معالية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن ارتياحه للتطور الكبير والدام الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين الذي يجسد الرغبة المشتركة في تمتين وتعزيز علاقات الصداقة بينهما بما يدعم مصالحهما المشتركة منويها بالدور الحيوي الذي تطلع به روسيا الاتحادية في حفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمية والدولية